السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كذلك أيضا معادن أخرى لافل الزية عبارة عن ثلاث معادن برضو استخداماتهم الاقتصادية متسعة مثل الفوسفات والكابريت والحجر الجيري هنتعرف على استخداماتهم وأهم الدول ولازمعرف أنه عندي كمية احتياطي ببدأ أننا أستفيد منها وده بيؤدي إلى أو تنوع التعديق المعادن في الوطن العربي بيؤدي الزيادة التقارب ما بين دول الوطن العربي حرفة التعديق معناها استخراج المعادن من باطن الأرض اللي ربنا خلقها بصورة طبيعية ببدأ أننا أحولها إلى صورة أخرى يسهل استخدامها والاستفادة منها وبتمر بعدة مراحل حتى أتمكن من الاستخدام وأفضل الأمور أننا أحاول هذا المعدن إلى مستخدم أو سلع بيتم توردها أفضل من أنني أبحى كمادة خام هتعرف على أنواع المعادن وهنبتدي بمجموعة المعادن الحديد المنجنيز النحاس الرصاص والزنج هناخد معدن معدن من حيث الصناعات اللي بيدخل فيها من حيث أهم الدول في عملية الإنتاج وهناخدهم بالترتيب أولا الحديد بيدخل الحديد في صناعة حديد التسليح كذلك أيضا السيارات بالإضافة إلى الآلات أهم الدول في عملية الإنتاج موريتانيا أولى الدول العربية يليها دولة الجزائر ثم دولة مصر وأخيرا دولة المغرب تمام؟ نيجي على المنجنيز يستانم في مواد الطلاق والسلم أهم الدول في عملية الإنتاج المغرب مصر الجزائر المغرب مصر الجزائر النحاس بيستانم في أسلاك الكهرباء وأسلاك التليفون المغرب عمان الجزائر المغرب عمان الجزائر كذلك أيضا هنتعرف على الرصاص والزنك بطاريات وسبائك وأسلاك كهرباء في المغرب وتونس والجزائر اللي أنا بسميهم دول المغرب العربي هذه المعادن الأربعة المجموعة المعادن اللي أنا بستخدمها الرصاص والزنك بيأتي في البيئة أو في الطبيعة مختلط ببعضه أو قريب مع اختلاف النزمة هنبدأ ناخد الصخور الاقتصادية الفوسفات اللي بيدخل في العديد من الصناعات الأسمدة المبيدات الحشرية دبغ الجلود الطوب الحراري والدول المنتجة لي المغرب تونس الأردن سوريا مصر المغرب تونس سوريا والأردن ومصر الفوسفات من أهم الصخور الوطن العربي بينتج منه 33% وعنده نسبة احتياط في قلب البيئة 40% علشان كده أهميته عالية جدا بالنسبة لعملية الاستخدام النوع الثاني من الصخور الاقتصادية الكابريد وبيصطدم في الصناعات الكيميائية وأهم الدول المنتجة العراق والجزائر وسوريا العراق والجزائر وسوريا ولاحظ أن الكابريد بيوجد في الطبيعة إما بشكل فردي يعني منفرد أو مختلط واختلاطه بيكون بي إما بالغاز الطبيعي تمام أو بي الحديد يبقى أنا عندي الكابريد إما في الطبيعة مختلط بالغاز الطبيعي أو الحديد أو بيأتي بشكل فردي يبقى أنا خدت من أهم الصخور الاقتصادية الفوسفات وتعرفت على استخداماته اللي خاصة به عملية الزراعة أسمدم وبيدات حشرية ده أبغى جلود طوب حراري وأهم دول المنتجة المغرب تونس الأردن مصر وسوريا وتعرفت على الكابريد الصناعات الكيميائية في العراق والجزائر وسوريا وتعرفت على أن الفوسفات بالنسبة لنا مهم جدا بالنسبة للعالم أيضا أنت عندك 33% بتنتجه على مستوى العالم وعندك احتياطي 40% مصادر الطاقة اللي هي بتعتبر عصب التنمية الاقتصادية وكانت في البداية مصدر للرفاهية حاليا الأمر لا يتمكن الإنسان من الاستغناء علىه هاخد نوعين من مصادر الطاقة طاقة متجددة توجد في البيئة بشكل دائم وطاقة غير متجددة محدودة النسبة الطاقة الغير متجددة بترول غاز طبيعي فحم بسمية طاقة حفرية موجودة في بطن الأرض بكميات محدودة بتخلص بيه عملية الاستهلاك وبناء أن البترول 53.6% من مصادر الطاقة الغاز الطبيعي 43.9% من استخدام الطاقة أما الطاقة والفحم 1% الطاقة المتجددة اللي هي الكهرومائية والشمسية والرياح وديه كميتها محدودة في الاستخدام بنبتدي بالبترول النفط بيعتبر من أهم مصادر الطاقة وبيتدور حركة الحياة بيستخدم في حرب 1973 لما ضغطت الدول العربية على الدول المسندة لإسرائيل وبالتالي تمكنت مصر والسوريا من الانتصار في هذه الحرب العظيمة استخدامات البترول وأهميته كبيرة جدا بيستخدم في إدارة المصانع ومسائل النقل المختلفة بيستخدم في خروج مجموعة من المشتقات زي السولار والبنزين مشتقاته بتدخل في بعض في عديد من المنتجات مثل الكيمويات الألياف الصناعية يعتبر البترول مصدر رئيسي للدخل القومي في العديد من دول الخليج العربي وده مصدر للرفاهية لازم عرف أن عملية الإقبال على البترول بتزيد وكل ماذا فبالتالي أسعاره بتزيد الوطن العربي بينتج 28% من الإنتاج العالمي أولى دول العالم والوطن العربي السعودية أولى دول العالم والوطن العربي السعودية الوطن العربي بيمتلك احتياطي موجود في بطن الأرض لما يتم استخراجه بعد نسبة 60% من إنتاج البترول على مستوى العالم ده السبب اللي مخلي الدول العربية والدول الأوروبية والعالم أجمع مركز مع الدول العربية يبقى أنا بنتج 28% من إنتاج العالم من البترول السعودية أول دولة عربية وأول دولة على مستوى العالم في عملية الإنتاج أنا بمتلك احتياطي احتياطي أي النسبة اللي موجودة في بطن الأرض 40% هنتعرف على أهم الحقول طبعا أنا مش هذكر جميع الحقول يعني مثلا هطلع مجموعة من الحقول في دولة السعودية الغوار تمام؟ دولة السعودية الغوار السفانية أبقيق القطيف دولة العراق فيها كاركوك كذلك أيضا الزبير وخنقين دولة الإمارات فيها زكوم كذلك أيضا دولة البحرين فيها عوالي كذلك أيضا دولة ليبيا فيها أمال وزلطن ومبروك أمال وزلطن ومبروك دولة مصر فيها مجموعة من الحقول حوالين خليج السويس مرجان والعلمين ورأس غارب وبلعيم وبالغرديق اللي موجود في الصحراء الغربية دولة الجزائر فيها للنسبة أو مثلا للأمثلة حاسي مسعود وعجيلة حاسي مسعود وعجيلة أنا قلت بعض حقول البترول طبعا حضرتك أنت مش مطالب تحفظها كلها تمام؟ هذه الحقول مجرد للمعرفة والقراءة فقط لغير بحيث أن أنت تقدر تستفيد اللي أنا عايز أعرفه أن البترول موجود في جميع دول الوطن العربي ولكن بالنسب متفوتة أولى دول العالم أولى الدول العربية في إنتاج نسبة البترول هي دولة السعودية ما نكرش أن دول الخليج العربي بتتمتع به أنها نسبة البترول فيها عالية إلى أن برضو دول الجناح الأفريقي فيها نسبة الغاز الطبيعي اللي هو يعتبر من أهم مصادر الطاقة لأنه أول حاجة أقل تلوث للبيئة تمام؟ إذا كورنا بغيره من مصادر الطاقة سهل النقل ما عنديش أي صعوبة في عملية النقل رخيص السمن اللي أنا قرنته به البترول إنتاجه الوطن العربي بينتج من الغاز الطبيعي 14% وعندي نسبة احتياطي لما يستخرج بعد 30% الوطن العربي إنتاجه أو احتياطيه من الغاز الطبيعي بيؤدي إلى زيادة أو ارتفاع أهمية الغاز الطبيعي الغاز الطبيعي بتزيد استخداماته بتقدم التكنولوجيا تسليل الغاز وأهم الدول المنتجة له السعودية جزائر مصر وقطر الفحم من أهم الدول المنتجة ليه المغرب ومصر والجزائر المغرب ومصر والجزائر يبقى الغاز الطبيعي الدول المنتجة ليه أحفاظها السعودية جزائر ومصر وقطر والفحم من مغرب ومصر والجزائر هنيجي بقى للطاقة المتجددة اللي ما بتنفس باستخدام واللي احنا كلنا بندور عليها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبنخرج بنخرج ويجي بنسبة قليلة جدا الوطن العربي بينتج من الطاقة القهرومائية 1.5% وموجود في الدول اللي فيها أنهار زي مصر والسودان والعراق والمغرب مصر وسودان دجلة والفورات في العراق مصر اللي هو نهر النيل دجلة والفورات في العراق وأنهار المغرب المتعددة بالشكل ده أنا تعرفت على أهم مصادر الطاقة وتعرفت على أهم استخداماتها وعرفت أن تعتبر الطاقة المتجددة هي تعتبر عصب التنمية والأمل في المجتمع أتمنى من الطلبة تكون استفادت معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته